من الطبيعي أن المداومة على المستحضرات الخاصة بعناية البشرة وصحة الجسم تحمين من التعرض لمختلف الأمراض لكن المبالغة في الممارسة اليومية قد تحدث عكس ذلك الفيلم الوثائقي الذي قدمته محطة SWR تليفزيونية الألمانية اعتبر أن المبالغة في العناية بالجسم والبشرة من بين أسباب ارتفاع حالة الإصابة بسرطان الثدي والبروستات واضطرابة الدورة الشهرية لدى النساء وحدد الفيلم الوثائقي قائمة طويلة تشمل الشامبوا والبلسم ومنظف الجسم وكلمات الترطيب التي تستخدم يومياً والتي تحوي مواد كيميائية تهادد صحة أجسامنا ورصد العمل الوثائقي تعليقات علماء خلصت أبحاثهم إلى أن مركبات الحماية من الأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس في الكلمات ومستحضرات التجميل تتسبب في حدوث سرطان الثدي والاضطراب بالدورة الشهرية وصرطان البروستات ويظهر هذا في اضطراب النظام الهرموني وبالتالي ضعف الخصوبة وعدم القدرة على الإنجاب بالنسبة للرجال خاصة أن شركات مستحضرات تجميل تستخدم عبوات البلاستيك والعديد من المركبات الكيميائية مشتقة من مواد الإثيل والمثيل والبوتيل الكيميائية وذلك لحماية المنتجات وإطالة فترة صلاحيتها لأطول مدة ممكنة وهنا تحضر مقولة إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده وهو ما ينطبق تماما على هذه الدراسة التي تبين أن الاعتقاد بالمبالغة في النظافة تفكير سليم لكن قد ينقلب إلى ما يحمد عقبه ترجمة نانسي قنقر